تتوالى عمليات السسلل إلى حدود المحافظات العراقية من قبل الجنسيات الأجنبية قيادة شرطة واسطة عن موقفها من المتسللين ومواطنون يدعون لإلاء أهمية خاصة بالشريط الحدودي أكثر من عشرين متسللاً عبر الحدود من الجنسية الباكستانية أعلنت قيادة شرطة واسطة القبض عليهم بالتزامن مع أعلان الجانب الإيراني الأمساك بأكثر من مائة على أراضيها 128 كيلو متر من الحدود الطبيعية معقدة المسك الأمني أضحت فرصة أمام المهاربين من تحقيق غاياتهم وسط تأكيد على منع الأنشطة الغير مشروعة مردتنا مع يوم الحدود المواطنين أنه وجود متسللين قادمين من أماكن مفتوحة باتجاه قاطع محافظة وسط وبتحديداً من القاطع الجنوب الشرقي حقيقة شكلت فريق عمل وقوة من مفاصل قيادة شرطة وسط والأجهزة الأمنية والاستخبارية الموجودة ويانا ونصبنا كمان وقلنا القبض على 23 متسلل من جنسيات غير عراقية تم احتقالهم وتسليهم إلى أجهات المختصة بموجب محاضر أصولي ويؤكد معنيون على ضرورة إلى اهتمام كبير بالشريط الحدودي لمحافظة وسط وتعزيزه بقطاعات أمنية متخصصة عبر فتح باب التطوع لأبناء المحافظة على غرار ما يحصل في الإقليم وسط ترحيب من مئات الخريجين حافظة وسط هي الأهم لما تمترك من حدود مع دول الجوار وهذه الحدود بين فترة وأخرى نسمع أنه تم مسك كذا تجار مخدرات تم مسك كذا المهربين لازم تعزيز هذا الجهد ولازم تعزيزه من خلال تعيين سواء كان شرطة حدود أو ضباط حدود نطالب من حكومتنا أن توفر فرص عمل لشبابنا شباب الواسطي وشباب الجنوب بصورة أخص مثل ما وفرت فرص العمل لحراس حدود بمحافظات الإقليم ليش لأننا أبناء الجنوب قدمنا من تفحيات وقدمنا شهداء من أجل هذا الوطن ويؤكد مختصون في الشأن الأمني أن هناك تطور كبير بأداء القوات الأمنية تجاه ملف الحدود مطالبين بزيادة الزخم هنا للحفاظ على هذه المناطق الشاسعة سجاد العطية الرابعة واسط ترجمة نانسي قنقر